أجود الحصاد ما يكون وليد أرضية صالحة قاعدة عامة لكنها تحمل خصوصية كبيرة في هذه الأراضي التي اعتمدت تربة هي طفرة في عالم الزراعة وخطوة من شأنها محاربة الفقر والتصحر وشبح تهديد الأمن الغذائي مزرعات أورقت وأزهرت وأثمرت أضعاف ما كانت عليه قبل أن تحتضن جذورها هذه التربة حجارة بركانية لم ينتهي بها الحال لرماد فهناك من حولها لتربة زراعية تحمل خصائص تفردت بها على مستوى العالم المادة مناتج بركاني مناتج من نواتج اللافة البركانية ناتورال 100% لا يوجد أي معالجة حرارية لا يوجد أي تدخلات كيماوية منتج يوفر المياه بنسبة تزيد عن 60% لا يوجد حاجة للاستخدام السمادات نقوم بإنتاج 11 خلطة زراعية أي مزرعة تطلب مننا أي خلطة ننزل على المزرعة نعمل فحوصاتنا فحوصات للماء فحوصات للتربة الموجودة وفحوصات كمان طبعاً للمناخ بشكل عام من حجارة بركانية صلبة إلى تربة زراعية أعادت الحياة لأراض عانت لسنوات من التصحر لتحاكي هذه التربة احتياجات المزرعات على اختلاف أنواعها بعد خلطها بمواد طبيعية خففت عندي في كمية استهلاك المياه للري لأن هذه التربة تحتفظ في الرطوبة فزادت عندي نسبة الإنتاج وحجم الثمر تجارب كثيرة أجريت ووصلت حد التطبيق الفعلي على منتج حصل على كافة الموافقات والتراخيص أول خلطة تسجل في وزارة الزراعة بهذه المادة طبعاً إحنا سجلناها لإحتواءها من العناصر الغذائية مثل أورغانيك متر فيها فيها سيليكون فيها عناصر نادرة مثل الحديد مثل نيتروجين مثل بوتاس وفي زمن التهديدات التي تواجه القطاع الزراعي من تغير في المناخ إلى قلة المياه وزيادة رقع التصحر ثم تمنتج قد يكون ثورة حقيقية في عالم الزراعة إذن خمدت ميران حجارة البركان لكنها عادت لتثور من جديد ببراءة اختراع أردنية تسعى لتغيير الواقع الزراعي الصعب محلياً وربما عالمياً من محافظة المفرق عماد العضايلة العربية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة